السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في شهوة جديدة من شهوة الدليس ايما نتمنى تكونوا في احسن حال وظروب جيدة اليوم كما تشوفوا معي تشوروس او لا خرينجو طريقة سهلة و بسيطة و ستعجب دريس صغر صراحة و ستعجب الكبار و صغر تجل ديدة و حسن من طرحة من زندقاء لانه في مكونات زيدة و تجد اللد و مخدومة بطريقة لنقية و معروفة يعني تنخذ مدكشي في الدار و الحمد لله واتقين و تناكلوا و فرحانين بالنتيجة دانا لو كنت تشوفوا لي اول مرة القناة لا تبخلوا شرية بالاشتراك و اتفعي جرس لكي ترى كل ما هو جديد و ايضا تخليوا لي تعليقاتكم المحفزة و تعليقاتكم ليسا تفرحني بزفزف و لا تنسوش ايضا تشاركوا في الانستغرام الي هو دريس ايما و تخليوا لي الصور ديال الوصفات اللي ستديروها ديالي فباش ان شاء الله بردكم المزيد و المزيد اذا كما تشوفوا معي مكونات بسيطة جدا و موجودة في كل بيت اكيد ان شاء الله غتجربوا على الوليداتكم و غتفرحوا بها العائلة بالنسبة للمكونات قد نحتاج هنيا 30 جرام ديال السكر حبيبات او لساندة قد نضيف واحد نصف ملعقة ديال الملح ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة ديال البودرة ممكن تعودها بسيطة جدا او لسكر بنكهة الفاني هنا 25 جرام لزبدة و بيضة 250 جرام لدقيق الحلوية الممتاز او لدقيق الابيض و 250 مليلي لتر او لربعة الماء هنا اضفت سكر حبيبات و اضفت لي واحد ساشة لسكر حبيبات 30 جرام نضيف حبيبات 30 جرام نضيف ملعقة الملح او لنسبة من العقد الملح نضيف الزبدة ثم نضيف الزبدة و الكل و الكل و الملح ملح و يبدأ يغليل اغليل يجب ثم نضيف لها بودرة الفاني نضيف الزبدة والماء والسكار نضيف الزبدة والماء والسكار نضيف الزبدة نضيف الزبدة سنقص على النار الان نضيف الزبدة نضيف الزبدة كما تشاهدون معي سوف يتنفق النار سوف نحرك حتى نحس بان الدقيق سوف نساجم مع المكونات الاخرى سوف نحضر سوف نضيف سوف نضيف سوف نتأكد سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف نضيف البيضة كاملة نضيف البيضة نضيف البيضة نضيف البيضة نحبس نضيف عجين نضيف نعمل بالبداية نضيف البيضة انضيف ملعقة خشبية ننسبة إähr willingly نخلط الملعقة خشبية كما تشوفوا معي العجين ستتلسق ولكن تنخدمها 1-5 دقائق أو 4 دقائق سوف تجمعني نمسيا سوف يبنز هنا العجين سوف تشوفوا معي القوام سوف نخذ سوف تساعدوا عن ترصب أي طابع سوف نلعق بأسفل وحسب الحجم أخبرك نعم نعم لكما تساعدكم أنتم لوحبكم اما أنتم البلد يتمكن من الصراحة جيدة المهم ليس توفر عندكم نغلب المفتو لكي لا يسق لي ونبدأ نحن الكيمية من العجين ونخرجها كما ترى معي في الصور على حساب الحجم التوم اللي باتو جيد شورو وصغير وربزاف واش موين واش كبير صافي غادي بدا هاكا ندير دي بودان صغير ورين ندير واحد الكيمية عاد ندر نخدمه بالنسبة هدي طريقة الاولى لغادي ننورها لكم ومازال غادي نوريكم طريقة واحد اخرى طريقة اخرى يعني تدورو هاكا على سبعكم تدورو الجانب الاخير على الجانب الاخير بحركة كما تتشوفوا معي تدورو على شكل دوائر او الحلقات طريقة سهلة كما تتشوفوا معي طرور تلسقوه جيد باش ميتحلوش القلب ونستمر على الشكل حتى نكمل كيمية اللي عندي طب يا بناس بالنسبة لطرقة الاخرى غادي ندير هاكا بودان يكون طويل يعني غادي نخرج على الشكل كما تتشوفوا معي باش يسهل علي الخدمة ويعني تلوقت ما يخشي بزاف تلوقت طب يا كما تتشوفوا معي شكلت واحد البودان طويل قادي بدا قطع فيها لحسب شكل ديال التورور اللي بغيت ممكن تخليهم هاكا غير طوال وتقليهم بلا ما تدوروهم اللي بغا يدورهم راتيجيو بزوينين بجوج نفس المعداق نفس القوان كيمية هتشوفوا معي نستمر سهلين صراحة تيجيو لداد لداد بززاف وتيجو بنان لأنه فيهم الزبدة فيهم البيض نستمر المحلات ديال بره لا تكونوا هتشوفوا لداد في البلد كانت تدير كيمية اللي خرجوا لي التورورت ديالي أو المسين وخمسين جرام ديال الدقيق كيمية يعني سبارك الله معقولة هنا في مقلات خديد الزيت زيت غازيرة وضفت لها هكذا التورورت ديالي خليتها تسخنت تكون نار متوسطة يعني ما تكونش ناقصة بزاف وما تكونش عالية بزاف متوسطة وكا نقوم بتسمرو في تحريك أو لا نقوم بتسمرو في تقلب ضروري نقلبو أو لن نحركو التوروس ما نخليوش كل مرة ندورو على الجانب الآخر أو للوجه الآخر باش يجيوني نفس الحمار نفس الطهي كيماش تشوفوا معي بنت حتى شي وحدة ما تحلت معي لانه سديتهم مزيان بس اخر نضيف ورقنا اضيف ورقنا وشوفوا الوقت نضيف ورقنا ونضيف ورقنا ونضيف الكيمية الثانية كمية الثانية الثانية هي الطابلية ونستمر حتى نكمل جميع الكيمية التي لدي كمية الثانية أخذت السكرر يجب ان تتحيد تحيط المقلات و تقطر أفضل المقلات في السكر و تضع السكر عندما تتحيد المقلات يجب ان تضع السكر لكما تتحيط المقلات و بالنسبة لها دوك الاطوال خليتهم هكاك بلا سكار دلت غير شي وحدين تقلال اللي بغاون نعزي شري سكار دزال او اللي بغا يدروه مع يونسوس كراميل او لاسوس شوكولا انا اللي متوفر عندي دلت عندي نوتيلا صافي هنا كما تشوفوا معايا بغاتي نسمعكم القرمشة ديال توروس كي تيجير تيجير طب ولكن قرمش و ما شربش الزيت نهائيا اذا لبنات وصلت نهاية الفيديو ديال اليوم نتمنى ان اتعجبكم وتنالي استحسان ديالكم واكيد جربوها جربوات الجلدي دلديدة يلا لبنات مسختش بكم الى فيديو اخر ووصفة اخرى مع وصفة دلز اما دمتم في امان الله وحفظه اذا اللقاء